ترتيب زيارة رئيس الوزراء السوداني المرتقبة إلى واشنطن والتي سبقه فيها وزير الخارجية فؤاد أحسين لترتيب بعض الأمور المتعلقة في العلاقة المتبادلة ما بين العراق والوليات المتحدة إضافة إلى دول التحالف الدولي ما هي الملفات التي ستتصدر زيارة السوداني في لقائه مع بايدن برأيك؟ تفضل بالتأكيد هناك ست ملفات أشار إلىها الجانب الأمريكي هي أساسية في الحوار الذي سيكون في البيت الأبيض مع دولة رئيس الوزراء وهذه زيارة مهمة وزيارة مرتقبة من الولايات المتحدة ليس فقط من العراق هذه الاعتبارات كثيرة أهمها أن هناك لجان مشتركة ما بين البلدين أن هناك حوار حقيقي بدأ منذ مدة ليست بالقصيرة الأمل منه أن تكون هناك عملية انتقالة ما بين الولايات المتحدة والعراق من خلال هذه اللجان لأن تكون هناك جدولة لانسحاب القوات قوات التحالف الدولي وكذلك القوات الأمريكية وبالتالي الانتقال إلى علاقات أخرى علاقات اقتصادية علاقات أمنية علاقات تسليح كل ذلك واليوم سيكون في حوار الرئيسين وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تعزز شراكتها مع العراق تريد أن تكون لها آفاق مستقبلية مهمة أولا فيما يخص العلاقات الاقتصادية مهم جدا للولايات المتحدة لأن العراق يطلع بدور مهم في قضية الطاقة ومسارات الطاقة والعراق يعني جغرافيا دوره مهم في هذه القضية وبالتالي كلما كانت هناك علاقة جيدة من خلال عملية توطئة الشركات الاستثمارية دخول الشركات الأمريكية دخول شركات بعض الدول في التحالف الدولي سيعزز من اقتصاد العراق سيعزز من نظرة العالم إلى العراق أنه دولة منفتحة قادرة على البناء قادرة على أن تزدهر وتنمي مستقبل شعفة وبالتالي هذا هو ما يتيح للعراق أن يطلع بدوره الدولي وكذلك للإطالي شكرا